منذ عام 92 كحد أدنى أشرفت المجالس النيابية والرؤساء المختلفون على حرمان موظفي القطاعين العام والخاص وهم أغلب اللبنانيين من حقهم المكتسب قانونا زيادة رواتبهم وأجورهم مهم فأصحاب الفخامة والدولة والسعادة لا يحصلون على رواتبهم وحسب بل على تعوضاتهم مدى الحياة كيف تتوزع هذه التعوضات إذن؟ من أصبح رئيساً سابقاً للجمهورية أو لمجلس النواب أو للحكومة 75% من مخصصات وتعوضات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رئيس مجلس النواب اللي بيكون بالخدمة أما من انتخب نائباً فبياخد 55% من مخصصات وتعوضات النائب إذن تخب لدورة واحدة 65% إذن تخب لدورتين و75% إذن تخب لثلاث دورات نواب كباسم يموت أو يحيى شمص أو جميل الشماز أو نهاد سعيد وغيرهم كثير لا يزالون يتلقون تعوضاتهم كل شهر غير أن التعوضات لا تقتصر على الرؤساء والنواب السابقين في حال وفاة المستفيد تستفيد عائلته من 75% من المخصصات والتعوضات اللي كان يستفيد بنا ويقصد بالعائلة الزوجة أو الزوجات الأولاد الزكور الذين لم يتموا السامنة عشرة من عمرهم الأولاد الزكور اللي عندنا عجز الأولاد الزكور اللي بتابعوا دراستهم لسنة 25 سنة والبنات العازبات أو الأرامل والمطلقات بذلك تحتل عائلة الجميل المرتبة الأولى في سلم العائلات القابضة من الدولة اللبنانية بمبلغ قدره 47 مليون ليرة شهريا إذا ما أضفنا مخصصات النائبين الممددين سامي ونديم وعلى سبيل المثال من المستفيدين من التعوضات حتى اليوم أرامل مجيد إرسلان وجوزاف وإليس كاف وغسان الطويني وعبدالله الراسي وغيرهم كثير كثير نحن عم ندفع بالسنة بحدود 30 مليار ليرة يعني 20 مليون دولار هم سابين سابين غير معاشية النواب الحاليين غيرهم ولكن ما لا يعلمه اللبنانيون أن نوابنا هم من المعوازين المعتمدين في عيشهم على المساعدات الاجتماعية وهذه ليست بمسحة على الأقل جزئيا هذه الوقت اللي كان مخصصات وتعويضات النائب بـ 92 و93 لا تزيد عن مليوني ليرة كانوا النواب دائما عم بيطالبوا بزيادة هالمخصصات فأقر مجلس النواب إنشاء صندوق ما يعرف بصندوق تعادل مجلس النواب الذي يمول من الخزين اللبناني بشكل أساسي وبالتالي صار هذا الصندوق يصرف مساعدة اجتماعية بقيمة مليونيون ونص لكل نائب وأيضا للنواب السابقين اللي صار وقت اللي عد للأنون بـ 98 وصارت مخصصات وتعويضات النائب بـ 8 مليون ونص ما ألغوا هالمساعدة الاجتماعية استمرت هكذا تختفي الأموال عند طلبها لسداد حاجات الناس وتحضر متى أرادها مدعو تمثيلهم جدغصن قناة الجديد